مفيش حد بيبقى أحسن من حد قدام ضغوطات الحياة كل الناس بتتعرض لضغوطات وبتأثر فيها اللي يقول أنا كويس وزي الفل ده حمده ونعمة لكن بالأساس أكيد مرت بتجربة صعبة تصور بقى المشاهير لما يتقال كل واحد فيه معيش في عالم عظيم فيش أحسن من كده بيتعرضوا لإيه لو عرفت حتفكر ألف مرة قبل ما تقول يا دفع عالم تاني خالص صورة لفتت نظرنا كلنا ووقفنا قدامها لما نجمة بحجم شيرين تقول إن ده دكتوري وأنا فخورة بيه وتبوس إيده هي على المسرحة فأول طلّ لها على جمهورها اللي كان بيتأسف على حالها لأن مش هي دي شيرين اللي يعرفها اللي شاف شيرين من يومين اللي بقت حديث القاهرة بالفعل بلا منازع بفيديو صغالنا نقدي كده مع بنتها وحالتها النفسية وحالة البهجة اللي أسعدت جمهورها يقول إن إحنا في مرحلة تانية كمان في حياة فنانة ونجمة كبيرة زي شيرين وصلت لحد فين وهي المشكلات اللي بيعاني منها كتير جداً من الناس نفسية وخصوصاً الفنانين والمشاهير وأي حد تحت الأضواء أكيد ما هياش حاجات سهلة أبداً نتطمن على حالتها كمان بما إن كلنا بنحبها وأنا واحدة منهم من معجباتها والبيج فانز بتوعها كمان من دكتورها وأستاذنا وإن بقى لي بصمة على مستوى الوطن العربي كله ومن خلال هذا الموقف الدكتور نبيل عبد المقصود مدير الأسر العيني الفرنساوي سابقاً والمتخصص في علاج السموم والإدمان أهلاً بحضرتك يا دكتور نبيل أهلاً بيك يا فاند أهلاً 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 هو السؤال اللي أنا هسأله مالوش علاقة قوي بالسؤال التالي وهو الأهم شيرين قالت إن حرطة كنت بتعالجها وعلى طول الناس وقفت وقالت يا شيرين بتتعالج من إيه؟ حضرتك أستاذ سموم وإدمان عندك مركز طبية مؤسرة هل أول انطباع جي للناس إن شيرين كان بتتعاطى شيء أدمانت شيء وحضرتك بتساعدها على الإقلاع عنه في حين إن البعض فاهم أن هناك نوع من المشكلات النفسية اللي بتنشأ للنجم لما بقى شخصية عامة وجماهيرية فإذا ما كانش مستعد لده ممكن ينتكس وتحصل له أعراض نفسي إيه هي الحقيقة؟ بص يا سيد سخير السؤال ده أنا تسألته كتير قوي هي الفكرة أولاً إحنا بتربطنا بشيرين علاقة قديمة جداً وأسرية من سنين فاتت وحاك عارف ولكل عارف ولا داعي لخوض في المشاكل الاجتماعية اللي كانت توجودة أي حد يمر بمشاكل زي دي ومتكررة ومتلحقة هيتعب هينهار كمان هيتعب وده اللي حصل معها هي قعدت بعيد حوالي سنة 3-4 سنين منعزرة فهي كانت محتاجة دعم ومحتاجة حد يوقف جنبها ده ممكن زي أنا داين بقول ممكن يكون أخ ممكن يكون أب ممكن يكون صديق بس يبع عنده الخبرة والقدرة إزاي يدعمها ويساعدها ويرجعها توقف على أول طريق مرة أخرى فده كان العامل الأساسي اللي احنا تعاونا مع بعض هل أنت تعملت كصديق ولا كطبيق اللي اتنين طيب أنا سمعت حضرتك بتقول قبل كده إن فيه أنواع كتيرة للإدمان مش لازم يبقى الإدمان على مواد مخدرة ومسكرات وحاجات كده فيه أحيانا أنواع إدمان نفسية فكرة الإدمان النفسي إدمان إيجابي وإدمان سلبي طيب والإدمان على الأشخاص يا دكتور يعني بمعنى أنا حبيت حده واتعلقت به لدرجة إن عدم وجوده في حياتي أو أقل شيء بيقلمني بيه بنهار لدي توقف على الشخصية فممكن يبقى إدمان إيجابي أنا أحب حده وإحنا الاتنين نساعد بعض ونتقدم إلى الأمام نتيجة فده الحب الإيجابي فيه حاجات بتبقى بتدمر الواحد إن يبقى الشخص غير ملائم لهذا الشخص ويرتبطه ببعض ودي تبقى مشكلة بنعكس على الفرض خصوصا لو كان الشخص دوت مرها في الإحساس بيتأثر جميل قوي لما بيخرج من حياته بيبقى عنده أعراض انسحاب برضو زي الإنسحاب بيش أعراض انسحاب بيخش بقى في بقى متدائق مش قادر تكلم عن الناس وخطة نعكس على بعض الناس إنه هو ينعزل وبعض الناس نعكس على إنه ما يأكل شي وبعض الناس نعكس على إنه يأكل وبعض الناس نعكس على إنه ينام وفيه ناس تانية ما تنام شي بتختلف من الشخص شيرين مرهافة الإحساس؟ رهيبة 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 مرهافة إحساس جدا أولا شيرين تركيبة غريبة أوي على فكرة طيبة قوي 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 طيبة جدا و حساسة جدا و عفوية و عفوية يعني زيادة بالدفاع لدرجة ان ممكن عفويتها تفسر خطأ اذا كان اللي قدامها مش مش قادر يستوى لا هي احيانا بتفسير للاخرين دون ان تقصد طب الفيديو ده تعافي ولا عفوية قبله قبله و النبي معلش عشان هو مرتبط بسؤال الاولان اللي انا ساعي ما الذي حدث لشيرين شيرين اللي كانت بتطل علينا بمشكلات بالدفاع عن نفسها بالحديث عن طلقها فجأة الانها بدأت تطل علينا و هي بتضحك و شاحلة و مع بنتها فكرة القرب و الظهور ده بصماتك يا دكتور بركاتك يا دكتور ما الذي حدث لنجمتنا شيرين لا ترسم و شوفش حاجة وريني ده اللي جاي ان شاء الله بص هتلاقي حاجات ستايا كتير طي قل لي قل لي اللي حاصل لا بص هي عايزة تبقى كويسة هي عايزة ترجع لجمهورها اللي بتخطوه بحبتك الظروف 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 دي احنا بنحط نفسنا فيها ولا بتفرض علينا لا بص انت ممكن اختيارات خطم اه مش هقدر اقول كده لانا مش عايز اخوط في لا انو كلمتش عن حاجة شخصية انا بتكلمش على فرض معين انا بتكلم عن مثل انا ممكن اخد قرار غرض او ان انا اكون فاكر انه صحه ويطلع غلط امتكلم في العموم صحه ويطلع غلط او كان صحه وبقى غلط طب ان حالتك قلت انت لسه مش هفتوش حاجة معنى كده ان الفيديو ده لسه تحسن في مرحلة التصالح خلينا نقول انا بتصالح معايا وحباني وحبتدي اتحرك بقى دي المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ولا المرحلة دي بتسموها ايه ليه ليه دلوقتي كويسة هي عايزة والامور مش حالة بس لا فيه احلى من كده كمان بصي الشرين لسه اللي هو هي يعني هي لسه اولا هتبتدي بتعمل اغاني اللي وقتي وهتبتدي وبتعمل سيناريو فيلم وقالب اعتقد عليه عزا الموضوع مرضو بالنسبة للمظهر والشكل يعني الناس انتقدت انا عايز اقول لك حاجة اني يسابت حالها لانها محبتهاش انا عايز اقول لك حاجة انتي لما تكوني مددايقة هيبقى شكلك زي ما تكوني بسوطة انا رحت اقصت شعري جرسون على فكرة خليته قد كده انا كمان يعني اول ما تضيقت فكرة اني هتشيك شعرها دي وردة عند الستات كل واحد بيتصرف بطريقة اللي يشوف انها ممكن تفك حاجة عنه شوية او تعتبر عن اعتراضه او قلم النجومية بتعمل ايه في الاشخاص وبتختلف من شخص الاخر ازاي لان دايما الناس بتشوف النجم في افضل صورة لكن احنا بحكم ان احنا بنقابل بعض بنشتغل مع بعض واحد يشوف حجم الضغوط النفسية كتير منهم ما بينامش غير بمنومات كتير منهم عنده اعراض اكتئبية بياخد مضادات اكتئب لحد درجة انه بيضمن عليها ما الذي يفعل تفعله النجومية في البعض لا بص هي مش ملاش علاقة بالنجومية هي هي لا علاقة بالفلوس لا ولا الفلوس للشخص ازا كان في ناس لما بيجي لها مشكلة طب ما هو اللي بياخدوا مهدئات وبلاش مهدئات بس اللي بياخدوا مخدرة طبعا وكلهم نجوم لا ما فيه كتير او بياخد مخدرة وما بيشتغلوشه اصلا ما بيشتغلش حابين ينفصلوا عن الواقع لان الواقع شايفينه مش متناسب معينه اصلا برافا عليك بيحاول ينفصل عن الواقع اللي هو بيمثل له مشكلة معتقدا ان هو لما يعمل الحياة الافتراضية اللي بتديله هزي المبدأ هو هيبقى مرتاح لكن هو بيبقاش مرتاح لان انت عارفة دي عاملة زيه بسنية زيه لما يكون شاكمان العربية مخرومه بيعمل صوت يروح هو جاي خاطة سماعات فودانه فانا بدل ما كنت هلحم الشاكمان بعد شوية لما يشير السماعات الشاكمان بنفعش يتلحن ده لازم يتغير فبالتالي ده انفصل عن الواقع مع عمل بيئة افتراضية طب ايه بيخلي الفنان او المشهور بشكل عام لا انا بشكل عام لا انا دلوقتي بتنقل سؤالتين ايه بيخلي الشخصية العامة سواء كان سياسي او فنان او ايا كان ايه الشخصية ودلوقتي شايفين بتوع السوشيال ميديا والبلوجرز وكده ايه اللي بيخليهم يبقوا محتاجين ينفصلوا عن الواقع ايه الضريبة اللي بيدفعوها نتيجة الشهرة ومعرفة الناس بيهم نفسيا تخليهم للدرجات يمش حابين الواقع لا انا بتكلم على الجزء لا انا مشهور اصلا حرمتك كده بتجرد الشهرة من انها قد تمثل ضغطا على البعض مش على الكل النجومية بشكل عام اذا جاءت مفاجأة او اذا جاءت اكتر من التخيط او لم يكن الشخص معيئا لها ثقافيا ممكن ينهار مش النجومية بس انا باخد النجومية كنموذج اي حاجة اي حاجة انت كنت هنا في هذا المجتمع وهنا دي اقصد بيها بليفل معين من النحية الثقافية او الاجتماعية او الفنية او الادارية وبعدين مرة واحدة ما طلعتش السلم تدريجي بقيت هنا ده بيومثل صبوة واخترك وده بيبقى مختلف وبعدين انا بكلم عن المشاكل لاننا بنتكلم عن شيرين كنموذج وانت كنت قريب منها وانا اعرف ناس كتير بيتعرضوا لضغوط وليه اصدقاء متعرضين لضغوط انا شايف انه لاها علاقة بالنجومية بالصراع ما بين الحياة الواقعية اللي عايشها والتمثيل او الابتسامة اللي لازم ياخد بها لكل الناس حالة السعادة التي يجب ان يظهر بها وهو بيعاني في الخلفية ده بيعمل خلل نفسي لا خلي بالك زي ما كنتش انت مرتاح نفسية مش طرف تطلع مش طرف تتكلم مش هطرف تغني مش هطرف تمثل مش هطرف تقدي طب انت شايف انه ده شيء سهل يا دكتور ان حد يكون بالشهرة دي ده انا كفاية علي جدا ان حد ينتزع عني حريتي شهرة دي لها ضريبة الشهرة دي لها ضريبة طبعا لها ضريبة لانك انت فيها ماكي مش طرف تخشها فيها ماكي مش طرف تقعد فيها انت بتبقى قاعد مش عايز كل واحد جايز يتصور معاك وانا بايكل مش قادر اوم من على الاكل اساسا يعني مثلا وما يفعش تصدوهم برضو في نفس الوقت لان دول هم اللي عملوك وهم دول الرصيب بتاعي لما بينتقدوا بيكونوا جرحين قوي يا دكتور فبتبقى صعب هي قاسية ومش في الفن بس في اي حاجة على فكرة اي حد من الناس اللي هم الشخصيات العامة او المعروفة بيبقى برضو كنوا تعرف او مشهور بيبقى لها ضريبة طبعا لازم دكتور نبيل انت صديقي العزيز وانا عارف ان في شخصيات كبيرة ونجمات ونجوم بيتعملوا معاك وبيتعالجوا معاك ثقافة الاطراف يعني في الغرب النجوم العالميين بيقولوا ان احنا بنروح لأطباء نفسيين على طول المجتمع كله قابل فكرة الطب النفسي عندنا صعبة شوية لكن الفنانين تحديدا والنجوم بيقولوا ان احنا بنتعالج عندها طبقة نفسية بعضهم بيطلع يقول انا مضمن كحول وبتعالج من الاجمان وباخد جلسات عندنا بعض الشخصيات الفنية اعلنت ده في وقت من الاوقات في مصر ولكن بقى تعيب دلوقت صعب ان حد يطلع يعترف بانه بيعاني او بيتعالج نفسيا او بيزور طبيب نفسي لاتشعرته او بيتعالج من الادمان ليه بص موضوع الادمان موضوع غير مقبول اجتماعيا عندنا رغم انه هو مرض طبق مرض لكن غير مقبول اجتماعيا زاد احنا عندنا ثقافة الانكار تيجي الام ابني لا يمكن يكون بياخد ده انا عايش حياتي عشان وكل الاعراض بيطول انه بياخد هي مش شايفة هي رفضة انها تكلمة هي رفضة هي شايفة ورفضة لا لا يمكن ده انا حياتي كلها عايشها عشان وشايفة ما بيأكلش وبيخس وبيصهر برا وبيعمل حوادث بالعربيات وشهيته قلت ووزنه قل ما بقاش بينزل شغله وصهران طول الليل ونايم طول النهار وممكن تلاقي ادوات التعاطي موجودة معها وهو دول بيبقى عندهم كذب احترافي وقدر على الاقناع غير عادي طبعا بيحترفوها بزكاء طبعا غير عادي وبيقدر يقنع اللي قدامه وهي ابتقتنى وطبع عندها انكار او ابوي بعند انكار ففكرة الانكار غلط غلط احنا دلوقتي صعب صعب يعني خلينا نقول احنا زمان كنا بنقول احنا بنواجه في مرحلة واحدة بس عندنا هيروين عندنا المخدر الافيون او الحشيش عندنا الكحول دلوقتي بقى اعتقد بقىنا بنسمع عن اشياء غريبة جدا وبتتسبب في كوارث في المجتمع انا سميها المخدرات المستحدثة ودي في مطال خطورة اللي هي ايه بقى طلع عندك الستروكس طلع عندك الشابو الشابو اللي هو كريستل اه الكريستل على فكرة ستروكس وشابو وكريستل دي اسامي مش موجودة في الطب دي اسامي التجارية اطلقت على هذه المواد بطريقة بسيطة لترويجها وممكن بلد تانية تسميها بطريقة تانية طبقا للظروف اللي موجودة اللي يقدروا يكسابوا بيها في المجتمع فلما طلعت الحاجات دي ابتدى التجار يستغلوا فضول الشباب تجريب حاجة جديدة بقا لا مش حاجة جديدة بس حاجة جديدة ومفيش خبرة سابقة لمضارها في الجهل اه في الجهل مفيش وعي بالمضار لأنني ما جي اقول لك ايه تعالي انا اخد هروين مع بعض اتعالي كلمة هروين دي هتخليك ايه مرتبطة بللي شفته في الافلام هتتشد وعارفة ايه اللي بيحصل فيها هتقول لي كوكاين هتقول لي حشيش هتقول لي عارف هافيون انا عارف عندك الخبرة السابقة لكن اسم جديدة لكن اللي اما يقول لك ستروكس حاجة جديدة كريستال حتة كريستال دي بتعمل ايه لا وبعدين بيديك الناحية اللي انت عايز تسمعها اللي هتحللك مشكلة عندك ما هو بيخشه برضو برقية شيطانية لانه ما فيش حد مثلا يقوله ايه دكتور ما نقول لحاك ما فيش حد بياخد مخدغ لما حد يعرفه عليه ما هو مش يروح لوحده كده يدور عليه لازم حد يعرفه عليه فاللي بيعرفه عليه ده بيشوف نبيل ده ايه مشكلته وعنده مشكلة ايه وانا اقول له دي اللي هتطلعك من المشكلة هتنسيك اللي انت فيه بأي طريقة ما وبالتالي اصلا ما فيش وعي وما فيش خبرة لانها حاجة جديدة هي خريطية الدول واحنا مصر مختلفين عنها فيه دول بينتشر فيها المهلوسات وفيه دول بينتشر فيها المخدرات انتي عندك في دول ده انا اسمالك في دولة عربية في دولة عربية منتشر فيها الكابتاجون كويس شانو لا اسمالك منتشر فيها الكابتاجون ودلوقتي ابتدأ ينتشر فيها الاقراص المخدرة في دولة تانية منتشر فيها القاط في دولة تالتة منتشر فيها المان الخمور لأن هم مسيطرين على بقية الحاجات التانية في دولة تالتة ممتشرة فيها الهروين نمرة واحد والشابو نمرة اثنين إحنا المخدرات المستحدة سزادت جدا لأنها أرخص تعرف لا أغلى يعني الستروكس والشابو ده أغلى من المخدرات يعني أعطى الشابو الجرام بـ 1200 جنيه والكوكاين بـ 1400 جنيه طيب ليه الكوكاين ما انتشرش زي الشابو لأن أنا كمود من كوكاين بيأخذ 4-5 جرام لوحد فلازم تكون قادر وجني الأغنية والوحد الكريستل مثل هو الشابو أو السامو الكريستل أو السامو الحبة الزرقة أو الكريستال الزرقة أو أساني كتير تجيبوا الجرام بـ 1300-1400 وهو دي النقطة اللي لازم يعرفوها إن بيعمل إدمان من أول سحبة من أول سحبة من أول سحبة هذه الطاقة والقوة الجسدية عشان كده بيعمله مشاكل جرام القتل العجيبة الغريبة أو يقتل اللي قدامه هو لما بيقتل قدامه هو لا يقصد إن هو يقتل هذا الشخص لوجود طار بينه لا هو بيفرغ طاقة وقوة بدنية موجودة وغير محسوبة طريقة شوفنا جرام بالشكل ده ومعندوش تفسير لإن هو قتل لو هو تواجد قدامه في الصفة دي في فئات عمرية معينة هي اللي أقبلت على ده وفئات لأ لسه أنا عايزة أكمل حقيقة الحياة تكتب قوليني فدي بتخليه يعمل حوادث ويعمل حوادث قتلة ويقدر يضر الناس طيب ليه ده انتشر أكتر عن نغم النفس السعر لأن بيجي يشتريه ب 1200 جنيه بياخد منه سحبة واحدة وبعدين يركن خلاص ما بيقدرش زميله اللي معاه هيكمله فإذا بيجتمعوا عشرة ويروحوا يشتروها وكل واحد ياخد مرة يبقى 100 جنيه مش قصة بس خلي بالك أن حبايا وإن درام واحد دمر مش عشر أفراد دمر عشر أسر عشان كده بقول ده فيه منتهى ولا رجعت فيه هي مرة خلاص انت أدمنت ده الأخطر من كده إن بهم يصنعوا تحت السلم هنا في مصر يتصنع هو بيتخلط طبعا عشان يبقى غالي جدا فبيخلطوه بحاجات ولا بتصنع بالكامل لا هو بيصنعوا ويبيعوا لكن اللي هم بقى لازم يفهموه الشباب إن المادة الفعالة اسمعها متأمفيتامين برا لما بيبيعوا الكريستال اللي هو متأمفيتامين بيتباع كريستال متأمفيتامين كاملة هنا بيجي يحط مواد مهلوسة ومؤثرة على الجهاز العصبي ويخلطها مع كمية صغيرة جدا متأمفيتامين خير أوي لا تحصى ولا قيمة لها بيعمل ملايين هو قاعد ويروح محولها إلى كريستالة من الناحية الكيميائية شبيهة من الخارج بالشباب بالكريستال الحقيق بالكريستال متأمفيتامين واللي يشرب بايه هلوس ويه مش كده بس لو وزنت وزنت مخاطر الأصلية تلسى هسألك الفرق بين المخاطر ما نقولك لو وزنت مخاطر أصلية وديتها مثلا في الوزن بتاعت مخاطرها 50 وجيت للمواد اللي هو بيضفها مخلوطة أو المرشوشة اه وزنتها مخاطرها هتلاقي مخاطرها 100 الاتنين على بعض هيعمل لك مخاطر 150 منهم 100 بالإضافات عشان كده كنا بنسمع في مبررات القتل اللي بيعملوا جرائم غير منطقيا هو يقول ده اعتد على أمي ده اعتد لأن في جزء من الموضوع فيها الوسط خيالي خيالي هو مش فوعية وهو أساسا ما عندوش يمكن ممط ومش عايشة الفنم اللي بيضيفوا عليها مواد من موبيدات الحشرية ومن السم الفران والحاجات دي لان هو الفر انت بتنويته ازاي بتشله جهاز العصبي بيشل جهاز العصبي بتاعه الحشرات بتنويتها ازاي بتشل جهاز العصبي بتاعه فده بيستخدم في المواد المخدرة ما انت عايز تشل جهاز العصبي عشان تفقده القدرة على التفكير ولول الحركة طيب طالبا طيب تحط كميات قليلة لكن مع حاجات تانية بتقدر انك انت تقصر العصبي لو مروحنا على المنطقة دي علشان اللي بتفرج علينا واللي عنده حد في البيت واللي لي صاحبه واللي عنده أخ واللي عندها ابن واللي بيتعاطى نفسه يقول لك أنا خلاص دكتور قالناه من أول مرة إدمان هو الكريستال ده بتشم ولا بتشير بتشم بتشم طيب فأنا شميت الشمة ورحت هل ما فيش أمل طيب واللي تعالج ورجع تاني وتعالج ورجع تاني لحد من اللي حواليه فقدوا الأمل يعمل ايه طيب يعني هبلور السؤال ده بطريقة أخرى هل المدمن يمكن أن يشفى من الإدمان تمام إجابة هذا السؤال نعم قولا واحدا كويس يمكن أن يشفى بشرط الالتزام بالبرتكول العلاجي يجي لك بنفسه اللي هل لازم أهله يجبوه أصبعا بصبعا دي مدارس اي فيه ناس بيعملوا حاجة اسمها الشحن اي يخطفوا الود ويكتفوه ويودوه على المصحة ويربطوه في السرير ومحدش يشوفه لمدة ثلاث أسابيع والله شار دي مدرسة نعم أنا مدرستي مش كده أنا مدرستي لازم أقنعه وإذا ما كانش مقتنع أسيبه لما هو يقتنع ويجي لي يقول لي لأ علي ودي بشوفه كتير جدا حتى أهله يقول لي نبيل الولد مش راضي وانت عادت معاه وقالك وانت عادت معاه بعدين يقول لي خلاص سيبه أنا مش هقدر أخده بقول لهم هيرجع تلاقي ثلاث أربعة تيام في الهو اللي بيكلم ده قناعات باللي حضرتك قلته بس الشكوى اللي مستمرة إنهم عملوه وحش في المستشفى فهرب عملوه وحش فبابا صعب عليه فطلعوه أصلوا عملو إيه يعني دايما الشكوى من إن فترة التعاملات في فترة العلاج بتبقى سيئة فبتعمل رد فعل عكسي بصي دي دي يعني مش عايز أقول إن دي كده بتسيء ليه دي بتبقى في المراكز اللي تحت السلم أكتر من المراكز لكن إحنا عندنا المراكز الصحية والطبية في مصر فعلا فعلا ده كترة بتاعنا حيلين وعلى فترة حاجات تبع القوات المسلحة وطبع الداخلية وطبع الدولة في ده الجمال حيلة كل الإمكانيات بس هنا في نقطة عايز أقولها للأهل وحضرتك تطرقت إلى ذلك إن ممكن بيتعالج ويرجع تاني أيوة الرجوع وارد إذا لم يلتزم بالبروتوكول العلاج البالبروتوكول العلاجي عبارة عن إيه أول مرحلة فيها اللي هي دي توكس اللي تسحب السموم من جسمه اللي هي مرحلة الألام المصاحبة لعدم موجود نسبة المخدر اللي هو اعتاد عليها في الجسم تمام فدي كانوا الأول بيخافوا يعملوا دي توكس عشان يقول لك أنا هعود لي 3-4 أسابيع وده مرض غير مقبول اجتماعيا والناس هتعرف ومراتي هتعرف يسوق لي ومراتي وشغلة هتفضع زائد أن يقول لك الله ده لو جي معادوا الجرعة أنا بتعزب أمبلا ما بطل هامل إيه الألم المصاحب لعدم موجود المادة المخدر كلنا ده باش موجود دي وقت دلوقتي ممكن يتعامل دي توكس في 48 ساعة إلى 72 ساعة ثلاثة أربعة أيام عملنا دي توكس فإذا أصرنا المدة وأي واحد ممكن يغيب يومين تلاتة بس أنتو كمان يا دكتور من تطلبه تغيير البيئة اللي كانت مصاحبة للإثنان سواء الأصحاب التليفونات مهمة جدا السكن مين اللي هيغير حياته بالكامل؟ لا ما أنا هكمل لك الحتة دي زائد أن المدة اللي كانت طويلة دي تقلت زائد من الوقت يبقى الدي توكس يتعامل من غير ما يشعر بالألم فإذا إحساسه بالألم ما بقاش موجود زائد من غير ما يشعر بالألم تتقضيه مسكنات؟ بندي أدوية تخبي الألم أثناء السحب المخدر فما بقاش بيشعر بالألم ولو شعر بيشعر بخمسة في المياه وكلام فارغ وبعدين المدة قلت وما فيش ألم فاتي تديله أمل أنه هو يخش يعمل دي توكس بعد كده بيخش على المرحلة لعلاج النفسي لأن في مخدرات في واحد يبعنده مرض نفسي ومش باين مش حاسب حاجة لما بياخد مخدرات بتظهر على السطح هذه الأمراض فلازم الطب النفسي يتدخل ويعالجه وفي أمراض نفسية بتظهر ما كانتش موجودة والمخدر ده عملها فتظهر بعد كده الألاج الاجتماعي إنه هو يدويبه يدخله في المجتمع هنا جيه دور كبير جدا للأسرة بالأسرة ممكن يكون لها دور في روعة ومرة أخرى إلى المخدر ازاي ازاي الراجل من وجهة نظرنا هو بقي خلاص وماشي في المجتمع وكويس جاي يوم مبسوط وبيضحك هو بيضحك لمرأة هو بيضحك ليه دواك أو جاي متضايق ومتنرفز من ضغط الشغل هو متنرفز ليه دواك أو جاي جعان هو وكال كتير كده ليه دواك أو مكالش وعايز فبتبدل تلاحقوه مبتسوه بزبط انت واخد انت واخد انت ماكلتش ليه انت واخد انت انت كانت كثير أول مهاردة انت كنت يا فانت داولنا بتكلمه في تلفون بتقوله انت فين ما بتقولوش ازاي اخبارك ايه اخبارك ايه وعلى كل حال دي عادة في المصريين كل واحدة اتكلم جوزة أول حاجة تفين والله حتى الولاد تمامي يكلموا بعد كده زي ما بدأنا بشرين انا عايز ارجع لشرين تاني واختم به كان احساسك ايه لما فوقت بشرين انت متعرفش انها كانت حتى تقدمك في الكارتاج وانت رايح معاها بسفتك صديق وكان ليك دور في صفرها وقبولها ان تغني فيها دا الحال ايه ايه اللي دار جواك في اللحظة اللي نطقت اسمك ثم اقبلت وقد قبلت يدك بص الحكاية دي اولا هي ما كانتش رايحة علشان كانت معتقدة انها مش هتقدر تغنيه وتقابل الجمهور لسه مش جاهزة اليوم انا كنت تضاه تماما في هذا وكان رأي مختلف تماما وقلت لأ انت قادرة واهتقدري وانا هاجي معاك فلما قلت لها هاجي معاك قلت لها هاجي معاك فعلا اجلت اذا انت هنعمل لها الدعم والامان فحست باحساس ان في دعم معاها فروحت فعلا معاها وبعدين قبل ما تطلع الهواء اتكلمت معاها اه احنا احنا نسات نسافرنا لأ قلت لها انت هتقدري وهي فعلا بص دي واحدة عندها اقراضة قوية جدا وعايزة بس ما كانتش عارفة اه فلما عرفت داست فلما رحنا المهرجان كنت انا ومعالي السفير ومعالي وزيرة الثقافة وقاعدين فلما هي قالت ندهت اسمي اللي هي رحبت بهم الاول وبعدين ندهت اسمي فخلاص سلمت عليها انا فجيت بهذا اتصرف انت لو تلاحظ حتى في الفيديو تلاقيني انا ما كنتش باصص لا انا كنت باصص لو تباص تلاقيني انا كنت باصص للجمهور لما ايا عملت كده ما كنتش معاها ساعة الفيديو ما حصل في الواقع دي فكنت باصص الجمهور فانا نفسي يعني عارف بص هي كانت خليط من المشاعر انا وهي والجمهور كان تفاعل غريب عفوي له رد فعل الايجابي على كل اللي موجودين بصراحة يعني كانت حاجة عفوية انت كنت خجلان يا دكتور لا انا انا فجئت من تصرف اصل الدكتور ما بيستناش تكريم من مريضه عارف سعادتنا وتكريمنا في ايه اما شوف الفرحة فانية وشوف نجاحي في ساعاته ورجوعه تاني للحياة انت الهاتف الخيال دي تفرق كتير قد ايه تفرق كتير طيب في حاجة عايز تقولها لها من هنا من خلال حديث القاهرة واحنا انا عايزة اسمع وصفها الاول منه يعني لو اردت ان تصف شيرين لنا وللسه دا المشاهدين بتركبتها النفسية باندفعتها بطبيطها بكل شيء ثم سؤال كريمة او دعوة كريمة لتوجيه رسالة ايديك هي انسانة مرهفة الاحساس جدا طيبة جدا 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 عفوية مش من نوع اللي بيليب في فضور ربنا ميديها صوت عظيم غير عادي اكبر اخطاءها ايه من وجهة نظرها انها مش اخطاء سالة بص من برنامج بيحبها ايه من برنامج كل اللي فيه بيحبها والله ده انا فجأت بجمهورها الرهيب اللي عم سوا كل الدول العربية يعني فعلا كانت حاجة جميلة جدا مش من قطم المهرجان بص شيرين انا من وجهة نظري انت امك لسوم هذا العصر بصوتك الربنا دهولك والموهبة الربنا دهالك وبرضو في قوة ناعمة لمصر انت احد اقطاب هذه القوة الناعمة في مجال الطراب في مصر جمهورك بيحبك وعايزك ترجعي وانت رجعتي فعلا وانا بطم جمهورك انك انت يعني الايام اللي جاية تبقى اجمل كتير وهيشوفوا منك حاجات كتير جدا جدا واحنا كلنا بما فيهم انا داعمين ليك بما فيهم انا طبعا داعي وانا الكل والجمور بتاعك كله بيادعامك وهيشوفوا حاجات انا بقول لك هتشوفوا حاجات كويسة اوية في الفترة اللي جاية ايزن الله دكتور نبيل عبد مقصود مدير اصلاعين فرنسا والسابق والمتخصص في علاج السموم والإدمان انا بشكر حضرتك جدا جدا حبيب اواردنا الله يخليك السيد صغير على فكرة في عندنا دلوقتي تهنئة لفريق نادي الزمالك لكرة اليد حصل على كاس السوبر بعد الفوز على النادي الاهلي 27 23 مبروك لنادي الزمالك انا ما جاتش النهاردة ومعرفش النهاردة انا ما عرفش لكي بطش مبروك مبروك لنادي الزمالك مبروك لزمالك خلونا نطلع فاصل بعد الفاصل زمالنا العزيز خالد البرماوي وبورسو ديك اشتركوا في القناة